باسم الأب والابن الرحى القدس الإله الواحد أمين تحالي النعمات تباركته من الآن للأبد أمين يحنى ستة ده من الصحات الجميلة جدا اللي أرجوكم بقروها كتير عادة ما بحضر عزر الأداس بصلي وراء الإنجيل واشوف قلب يتحرك لأنه آية وأكلم بخلال هذه الآية القلبي يتحرك من ناحيتها عندما قرأت هذا الإنجيل حسيت أن كل آية يتحرك قلبي قلت نفسي لا أعرف أساب آية فكرتني بقصة في العهد التاريخي الكنيسة شهيد معروف في الكنيسة الإبطية باسمه شهيد الكنيستين يحنى ابن الأباح أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحداشر يحنى ابن الأباح يحنى ده كان إنسان حلوى وكان الوالي الفاطمي المستنصر بالله بيحبه جدا كان ربنا مديله نعمة كبيرة جدا في الإدارة واحد وشابية عند الوالي وكان هيئة عراسه فهو ومراته كانوا بيحبوا ست بربارة قابل قاعدوا يصلوا يستشفعوا بالست بربارة إلى أن المكيدة دي بانت أنها مش صحيحة فالرجل الوالي ده حبي كافئ يوحنى ده فقال له قل لي أعمل لك إيه؟ قال له عايزة ابني بيت جنب بيتي كنيسة أصلي فيها أنا وعالتي قال له ماشي هديك تصريح ولو احتاجت فلوس وإبني الكنيسة اللي جنب بيتك فيحنى تدي حضر وبعد ما جمع كل الأمور دي لأ ألمع كتير جدا ما يبنيش كنيسة واحدة يبني إيه؟ كنستين فبنى كنستة الست بربارة في مصر القديمة لكي شفعته وبنى كنستة أبو سرجل في مصر القديمة سرجيوس وواخص نقتصرها بإسمة إيه؟ أبو سرجل جاء من منين من سرجيوس رحوا راحين للمستنصر ده وقالوا له اللي انت قلتوله يبني كنيسة بنا إيه؟ كنستين فبعد جابه قال له أنا وقتلك كنيسة واحدة قال له أنا لقيت معي ربنا مدينة قبل كنستين قال له اختار واحدة واهدم واحدة قال له حاضر يروح الست بربارة تعجبوا الكنيسة يقول الخسارة يهدمها يروح على أبو سرجة يمشي من ستة بربارة لأبو سرجة يلاقي الكنيسة جميلة بتاعت أبو سرجة ما يقدرش يهدمها قعد يروح ما بين أبو سرجة وما بين الستة بربارة لحد ما في آخر موقع في النص قال له ما عزا شربوا كباية مية شربوا كباية مية والسر الإلهي طلع فراحوا للمستنصر وألولوا يحنى مات وحقولوا عن القصة دي إنه كان يذهب هنا ويذهب هنا ولم يستطع أن يهدم ولا الست بربارة ولا أبو سرجة فقال المستنصر من أجل محبته لهذا الشخص ومن أجل موقفه فقال سيبوا الكنيستين ما تتهدمش فأنا كنت كده برضو في الإنجيل أولا أخوة دي حلوة وأخوة دي حلوة عشان كده نهاردة أقول لكم ثلاث حاجات على الإنجيل بصفة عامة صفات للمسيح تنبيهات للمسيح بركات من المسيح صفات للمسيح تنبيهات بننبهنا منها وبعدين بركاتي وعطيهننا أول صفة للمسيح جميلة أنه هو معطي الحياة شكرا لكنا نضع لخبز الحياة لما قابل مرسى أخت العاظة قالها أنا هو القيامة والحياة وهذا الخبز أحباء اللي على المسبح الآن يعطينا حياة أبدية كل مرة أنا أتوب وأعترف وأتناول أنا أتمتع بالحياة الأبدية لأنه أبقى أقوز قبز الحياة اللي يعطي حياة لكل من يتناول منه مرة واحدة جات لقيت لي أنا عندي واحدة مستشفى عين شمس التخصصي حالتها متأخرة جدا معزولة وبين الحياة والموت تقريب أن أقوزها أقول الله حاضر أنا بكرة عندي قدس بعد أن أخبر القدس أذهب على قدس قدسوا من قدسوا ثلاثة محطوطة في قوضة خاصة لابسوني اللبس خاصة وأعقموني موني. ودخلت عندها لقيتها في شب غيبوبة. مسكت ايديها رشمتها بالزيت فتحت عنيها. فلت لها تتناولي مردتش عليها بسألت لقابة برموش عنيها. قلت لها التحليل وناولتها ورجعت. بعد يومين قابلت الستة اللي قلت لي على المناولة دي. قلت لي نولتها يا ابونا. قلت لها اه. ما تستوروش الستة دي كانت فرحاتها قدي انها اتناولت. بجد يا ابونا. قلتها عيطت. انا ما عادتش حاجة. بس كانت فرحاتة جدا جدا جدا. هشكيدي احباي احنا. سد التناول ده متوفر لنا باستمرار. كل يوم في اداس بدري ومتأخر. فالمسيح من اهم الصفات والذي يعطي الحياة. فكل من يلتسق به ويتحد به يتمتع بهذه الحياة. يعطي الحياة ويعطي النجاح له قوة. مسيح ده قوي قوي. كل الانسان ما يمسك فيه يستطيع ان يعطيه نعمة. ما تقولش حاجة مش قادر عليها. لوحدك اه. بالمسيح اقدر. المسيح معطي الحياة ومعطينا هذه القوة من صفاته هذه القوة. عشان كده كل من يتمثب المسيح يتمتع بهذه القوة. قد تبارك تاب زغية لابونا متى المسكين. ابونا متى المسكين كان شغل صيدالي في دمانهور. وربنا اعطاه في خلال سنتين ثلاثة يكون صيدالي ناجح. كان معا سيدلا قدام فطاحل. بس هو من خلال علاقته الحلوة وكلامه الجميل. بقى سيداليته السيدالية الاولى في دمانهور. ما كانش عايز كده. كان عايز الروح الدير. فارد كلمة في الكتاب بتاعه عجبتني قوي. قالوا يا رب طلعني. طلعني من نفيدة. انا عايز اقعد معاك. فبيقول اليوم اللي دخلت فيه الدير. وصبت السيدالية وصبت كل حاجة. قلت لي يا رب انت جبار بأس. انت قوي قوي. فصفة الله جميلة. ان نموعة الحياة وانه قوي. صفة جميلة لربنا انه عايز يرفعنا للسماء. الذي يؤمن به يعطيه حياة ابدية ويرى الحياة الابدية. عشان كده احنا المسيحية دايما نظرتنا نظرة سماوية وناسة نظرة ارضية. يبتلت صفات جميلة للمسيحة. انه مواطي الحياة. انه قوي. انه سماوي. ربنا بيقول لنا ثلاث تنبيهات حلوية نخل بالنا منهم. قال اعملوا. وقال ما تعلقوش. وقال اوعو تتزمروا. ثلاث حاجات بننبيهنا ربنا منهم. اكتر موطح كده اعماله دي. انا بلاحظ كتير ناس عارف حاجات حلو قوي. بس بتزعولش مني يعني ما بتعملش. ممكن نقعد ونتكلم. ممكن نقعد ونشرح. بس نيجي في التنفيذ من نفسه. فالنهارات ربنا بيقول لنا ارجوكم اعملوا. ولو مقدر صغير بس اعمل. العمل ده بيورلني قدي ان انا مؤمن بكل كلمة الهال لربنا. استان بيحكي على قب الراهب كان عنده تلميذ. المعروف ان الاب الراهب دوت بيعلم تلميذه. فمرة الاباء بيسألوا التلميذ عامل ايه مع ابوك. فقال لهم ابوك مش بيقول يا حبي خالص. ولا اعمل ايه. ولا ما اعملش ايه. نفسي يقولي ويكلمني. فالاباء لما قابلوا ابو هذا التلميذ. فقالوا له انت ليه بيش بتقولي تلميذك. وتعلمه. وتفهمه. ايه المفروض ان هو يعمله. فالاب قالت كلمة جميلة جدا. قال لهم يا ابا ما يراني اعمله. هو ايه هو يعمله ايه. اللي شوفني بعمله في حياتي. كاسلوك روحي بصلي بشتغل. بقى راه يبه هو لازم يعمل كل اللي هو بيشوفه يعني. فربنا نردوا لنا حاجة مهمة جدا خلي بالكم من العمل. قوع تكونوا معلمين لكن مش بتعمله. انا عندي اجتماع ما عمله اولاء امور لحد سن 12 سنة. بقولي الاهالي كلمة دي مهما قلت لابنك او لبنتك وما شافشك بتعمل الكلام ده مش هيعمله. قول للصبح لكن اللي بتعيشه اللي بتتصرف بيه اللي بتعمله في حياتك وفي بيتك ابنك هامله. فانقدر المسيحي بقول لنا كده اعملوا اعملوا الوصيه وعيشوا بيها. موتى تاني قال هاهم النهاردة ما تضطربوش ما تقلقوش. ليه منيلاقش يا رب عشان انا معاكم. انا معاكم. احساسي بدي ربنا معي ده يطميني جدا. تالت تبيه بيقوله لنا النهاردة ربنا اوعى تتزمر من حياتك ومن ظروفك. اشكر ربنا على كل اللي انت في. يبقى الهنا معطي الحياة. الهنا قوي الهنا سماوي. اللي انا بيطلب اننا احنا نعمل ولا نقلق ولا نتزمر. اللي نفذ الحاجات دي ربني يديله بركات في حياته. يديني بخلال انجيل تلت بركات لقدر نعيش بيهم. اول حاجة يعطيني فرح. تاني بركة يعطيني سلام. تلت بركة يعطيني حياة أبادية. عشان كده ربنا في الانجيل النهاردة ده كان بيكلم اليهود يقول لهم انا هو الخبز الحي النازل من السماء. بس تعجب خالص على التواقف التي لا تؤمن بسر الحياة وتلغي يحنى ستة ده. اللي التلميذ لما قالوا هذا كلام صعب ورجع كثير من تلميذه إلى الوراء. لما تكلم على خبز الحياة. وبص المسيح لتنشر التلميذ وقال لهم اتريد انتم ايضا ان تمضوا تخيلوا. تقول المسيح كان عنده استعداد ان التلميذ دولة يسبوه بس ما سيبش الكلام ده. بتكلم على سر التناول والحياة الابادية التعبية خلال هذا السر. عشان كده الكنيسة بتعمل حاجة جميلة جدا انها بناول الشخص اللي مش قادر يجيلي الكنيسة. فاروح لحد عنده في البيت وانوله اوصله المسيح. وحاجة جميلة برضو رب انتبتها الكنيسة حتى الشخص اللي في مكان ما قادرش يتناول. اروح له وانوله. فاروح دلوقتي اعمل قداس في السجن. واصل المسجونين. وانولهم. لسه مبارح بعيدت لي واحد ان في عدد محبوز في اسف مصر جديدة مسيحيين. فقال يا ريتي ابونا اتناولهم. فده يوررنا ده الكنيسة حريصة. النهاردة سفر العمال اتكلم على افتيخوس. بولوس كان بيجتمع بالشعب يعلم وبعد ما يعلم يعمل السلقة في خالستية. وافتيخوس دوت وقع. ويبسيح اقامه. واعطاه حياة ابديا. عشان كده اكتيخوس بعد كده اتناول. واتقالت آية جميلة جدا بسفر الاعمال النهاردة. ثم صعد وكسر الخبز واكر وتكلم كاسكين لان الفجر وكذا خرج. وقاتوا بالفتح حيا وتعز وتعزية ليست بقليلة. عشان كده النهاردة المسيح بدينا نعمة كبيرة جدا في انجيل ده. اطلب منكم ما متروحوا البيت اقرأ الانجيل تاني بالراحة. وشوف ربنا هيحرك قلبك لايه. لا لهنا كل ماك ذكرم لابد امين. ترجمة نانسي قنقر شكرا trzeba